لا يكاد الشعب يتجاوز أزمة حتى يدخل في أخرى ووحده المواطن اليمني المكابد يدفع ثمن هذه الحرب وتبعاتها طوابير طويلة تصطف أمام محطات الوقود المغلقة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وإغلاق لبعض المحطات التجارية والعامة لتنشط بموازاة ذلك السوق السوداء مشهد بات مألوفاً لليمنيين على أمل الضفر بحصة من البنزين المنعدم تفيد الأخبار الواردة عن الخفاض حد في كمية الوقود القادمة عبر ميناء الحديدة تتجاوز نسبة الستين في المئة أرجعتها الحكومة لرفض ميليشيا الحوثي التعامل مع قراراتها الخاصة بشأن رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية فيما أرجعها البعض الاشتراك الحكومة دفع الرسوم الجمهورية في عدن قبل السماح للسفن بالتصريف في الحديدة منظمات دولية ربطت بين أزمة الوقود وبين احتمالات تفشي الكوليرا منظمة أنقذ الأطفال أصدرت بياناً قالت فيه إن نقص الوقود في شمال اليمن سيؤثر على مئات الآلاف من الأطفال وعائلاتهم المنكوبة نظراً لارتباط الوقود بآلية نقل المياه النظيفة وفلترتها فضلاً عن كونه ضرورة للمستشفيات وتأثيره على سعار المواد الغذائية والمستلزمات الصحية نتيجة صعوبات النقل أشرت المنظمة إلى أن الخدمات العامة الأخرى بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي سوف تتأثر مما يخلق مخاطر كبيرة على الصحة العامة للمواطنين اشتركوا في القناة